لديتو مع شاتما كراي اللي هما الاحتلال في فلسطين كان الرد لا إنساني وأنتم تعرفوا حيثيات ما وقع وما يقع إلى حد الآن المقاومة اليمنية ما لقعتش بد إلا أنها تشترك في هذا التصدي للاحتلال الصهيوني بأن عمدت إلى رشق إيلات خاصة من إيلات بالكثير من الطائرات المسيرة والصواريخ ولكن أيضا قامت بحاجة استراتيجية اللي الولايات المتحدة الأمريكية ما كانتش تتخيل أنه تنجم تعملها وهي التحكم في باب المندب من جهة البحر الأحمر حيث أن السفن والمقاومة قالت هذا السفن التي ترفع العلم الصهيوني لا تمر وسوف تحتجز ولكن أيضا كل السفن التي تحمل معناها بضاعة أو تأخذ بضاعة من الكيان الصهيوني إلا وتكون في تعقبها بعد ما اشتد الحصار والهجومات على البحر الأحمر وتواترت على يد المقاومة اليمنية في الصراع وصد العدوان الصهيوني على غزة لجأت الولايات المتحدة الأمريكية لحقيقة إلى اتصالات في دول المنطقة ودول غربية من أجل تكوين نجبها ضدها القوات اليمنية هذه معاولة على أنه القوات اليمنية المقاومة هي القوات الحوثية التي كانت لحد الأمس تتحارب وتحارب في صراع مع العربية السعودية واللي فات الولايات المتحدة الأمريكية أنه المملكة العربية السعودية اللي ربما قاعدت تتعول عليها طوال لكن ما لقاتش حتى رجع صدايه كانت عملت اتفاقيات مزالت على مستوى الاتصالات بينها وبين إيران وبالتالي الجبهة اليمنية خفتت بينها وبين السعودية كذلك لما تلجأ الولايات المتحدة الأمريكية إلى مصر على أساس أنه يا مصر رو أنت يا رك أيضا باش تتضرر من الملاحة إذا كان من نقص الملاحة إذا كان السفن تتشد غادي معناتها ما توصلش الغرضها وما توصلش طريقها في اليمن راهو أنت زيادة بش يكون عندك برشة مشاكل اقتصادية وغيره ولكن مصر نشوفوها اللي هي وذن سمعت والأخرى ما سمعت شيء اللي صار أنه الأعداء والحلفاء متعقبل متع الولايات المتحدة الأمريكية وربما اللي قاموا خطوة نحو الكيان الصهيوني تفطنوا إلى أن هذا الكيان وهذه الولايات المتحدة الأمريكية إنما تنتظرهم محطات أخرى من أجل أني اتدمرهم وتقيملهم الحرب وليس هذا السجال الذي يحدث الآن وهذه الساعات بين مصر وكذلك الأثيوبيا واللي وراه تقريبا الولايات المتحدة الأمريكية اللي دلس في أثيوبيا أني تقطع الماء على الماء النيل على مصر وكل هذه الحيثيات جعلت أن الولايات المتحدة الأمريكية وكذلك الصهاينة جاويت لفتو يلقاوا أنه ما عندهم حتى طرف في نجم يقف معهم وأنه جبهة ضد المقاومة اليمنية مستحيل أنهي تقع لأن الأمور تغيرت الأمور الاستراتيجية والحقيقة هل الكيانين هذوم الولايات المتحدة الأمريكية والكيان الصهيوني يعانيوا من حوال سياسي لأنه اللي قامتوا به صهاينة ودعمتوا الولايات المتحدة الأمريكية وشرعنتوا وكذلك أعطاتهم إسلاح لقتل الأطفال في غزة وفي كامل فلسطين هما اللي يطلبوا الآن من العرب وكذلك من بعض الدول الغربية أنهم يقفوا معهم في جبهة يسخيلوا البارح كيفما اليوم هما ما في بالهمش اللي العالم تغير وبدأت الأمور الاستراتيجية تتغير وأن الصين وروسيا موقعهما ليس كما كان منذ عشرين سنة قبل اليوم الولايات المتحدة الأمريكية في ورطة لأنه أولا من جهة عندها الانتخابات وعندها سبعين في المياه من المستجوبين الأمريكان على أساس يقولوا اللي إسرائيل ليس لها مجال للوجود وما فماش عليش تتوجد وهنا نقول لكم اللي يراه المجتمع الأمريكي المجتمع السياسي والمجتمع الاجتماعي والمواطن الأمريكي الدافع الضرائب هو الذي يصرف على إسرائيل ويعطيها الأموال من حيث لا يعلم ودون استشارته من أجل أن تقتل الأطفال اليوم وقفو لهم جدار صد عوض أنه الأمريكان والسهاينا يعملوا جدار صد منه كيف ما استينسوا يقول له كن فيكون فأنه المرة هذه القاوة تراجع من البلدان المحسوبة على تحالفها مع الولايات المتحدة الأمريكية هنا نقول للحوال السياسي خلاهم في الزاوية للاثنين ولم تعد للولايات المتحدة الأمريكية تلك الصطوة ذاك الصوت الذي يرجع الجميع إلى مدارها وإلى عرينها فأن الجميع اليوم يفرنقعون عن الولايات المتحدة الأمريكية لأن الولايات المتحدة الأمريكية بيّنت خلال 76 يوم الآن أنها الداعمة الأساسية للكيان الصهيوني وهي الداعمة على أن تكون دولة مارقة وتخرج عن صراط وشرعة الأمم المتحدة لذلك هم يعانون من الحوال السياسي ونراهم اليوم في اثنين يحاولون ويحاولان أن يتصلوا بالجميع من أجل هدنة ربما تفرج عن الكيان الصهيوني ولكن هاي هات فإن الجميع الآن يتعاضد من أجل ربما ربما زعزعت مكانة الولايات المتحدة من جهة ولكن أيضا وضع سؤال كبير حول مدى أهمية أو مدى شرعية وجود الكيان الصهيوني هذا الكيان الذي يقتل الأطفال اليوم والأمس وغدا شكرا 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 شكرا